الجزء الثاني من السؤال ليه الترنيم في العبادة؟ ليه منرنم في العبادة؟ ده سؤال مهم جدا احنا مش بنرنم في العبادة عشان نخلي العبادة متنوعة في صلاة وفي ترنيم وفي وعظه ده يعني الترنيم موجود في العبادة لتقديمه لله كذا بيحة اقل من كده ما ينفعش عشان كده الاحترام في الكلام اللي بيقدم لله من خلال الترنيم مهم جدا يعني انا مش هقوله ياسوع باين تركني ده مش موجود حتى نغمت لا تحجب وجهك عني احنا في العهد الجديد النهاردة يعني الرب قال لنا انا معكم كل الام زمان كتبت ترنيمة بتقول لا لا تتركني واحد يا رائعي الأمين ولما كبرت فهمت لا هو مش سيبني ده يمكن ده كان شعوري وقتها دلوقتي برنمها لا لن تتركني واحد يا رائعي الأمين قدني انت حبيبي وسر معي يا معين انا رب دونك لا شيء ابدا الترنيم في العبادة مهم لانه بيجمع شعب الرب يقولوا لي كلام يعظمه فيستحضرون الله في الاجتماع للدرجة اللي فيها يشعروا بحضوره فيما بينهم وهم بيجتمعوا لإسمه يجتمعوا عشان هو اللي مجمعنا هو اللي عمل الاجتماع عشان يبركنا ويكلمنا ويفرحنا فاحنا اقل ما نقدم له هو هذا التسبيح هذا التعظيم هذا السجود في اسم الرب يسوع تأكيدا لكلامك انه جرت العادة في اجتماعات العبادة لتقديم الترنيم قبل ثمع الكلمة واعتقد دي عادة مناسبة جدا لانه يجب ان يكون نصيب الرب اولا وبعد كده يكون نصيبنا احنا فان كانت اجتماعات العبادة نحن نقدم لله والله يقدم ايضا لنا تشكياته ومواعيده وتحريضاته وتحذيراته فحلو جدا اننا نكون ندخل دياره بالتخبيع بالترنم نقدم نصيبه يشبع هو الاول نعمي قالت لرعوث لما تروحي لبوعظ لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب هو يشبع الاول وبعد كده ما تعليش هم هيشبعك ويريحك ويفرحك ويشجعك فاحنا في اجتماعات العبادة بنقدم الترنيم ثم يتكلم الله الى القلوب والدمائر اشتركوا في القناة